تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والتزاماً بتوجيهات جهاز الخدمة المدنية بشأن إلزامية الفحص السريع لفيروس كورونا لموظفي الجهات الحكومية بدأت وزارة الإعلام اليوم بإجراء الفحص السريع لجميع الموظفين المتواجدين في العمل وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية لضمان صحة وسلامة جميع الموظفين وكانت الوزارة قد نظمت ورشة تدريبية لفريق الفحص الدوري بمشاركة عشرين متطوعاً ومتطوعة من موظفي الوزارة حيث جرى استعراض آلية التعامل مع الفحصات السريعة بالأسلوب الصحيح وأفضل الممارسات في مجال تنظيم حملات الفحصات الطبية وضمان سلامة الموظفين والعاملين وشهدت قاعة الفحص السريع في الوزارة إقبالاً كبيراً من الموظفين التزاماً منهم بالمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا وحرصاً على سلامة وصحة المجتمع حيث أشادوا بسلاسة الإجراءات وجهود فريق المتطوعين الذين يقومون بتنظيم وإجراء عملية الفحص تنسيق حكومي مستمر بهدف دعم وتعزيز الجهود الوطنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية من الفيروس وجه جهاز الخدمة المدنية جميع الجهات الحكومية لتطبيق سياسة العمل بنسبة 70% من عدد الموظفين إضافة إلى إلزامية الفحص السريع لكافة المتواجدين في مقار العمل هذا وبدأت الجهات الحكومية بتطبيق هذه الإجراءات لدعم الجهود الوطنية للتصدي للجائحة وتأتي هذه الخطوة للحد من انتشار الفيروس والكشف المبكر عن الإصابة أبرى المسحة الأنفية مع تشخيص حالة المريض بدقة خلال 15 دقيقة دون الحاجة إلى مختبر متخصص هذه الخطوة تأتي تزمناً مع المبادرات التي يتخذها الفريق الوطني الطبي للتصدي للفيروس كورونا من أجل استمرارية تطوير التقنيات المستخدمة للفحص عن فيروس كورونا وتزهيل طرق الفحص بما يتماشى مع المستجدات العالمية في هذا المجال مع التأكيد على أن نتائج الاختبار تماثل نتائج الاختبارات المعتمدة حالياً في المختبرات لفحص الـ PCR شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين شكراً للمشاهدة شكرا